بسم الله الرحمن الرحيم من أعوائك عبوا عبوا فبردت الأدمان ثم بردت اليدان ثم يبدأت الشمعتان واشخصت العينان ثم بلغت الحلقون وعنتم في نين تنظرون الحالة التي أنسى عليها أترضاها للموت كل نفسها ذائقة الموت نعم فتموت بعين له ونفسي واذكري حفظة البلاء بعين له ونفسي واذكري حفظة البلاء وكيف بنادوت المقابر يفعلوا إلى الله أشهرنا إلى الناف حالتي إذا صرت في قبري وحيدا أم الملو أعظكم بالموت أثكرات أعظكم بالقبر وظلمات أعظكم بالموت أبلغوا المواهر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مناقيكم أيها المغرور أما رأيت ميتا من غير سطم أيها المغرور وأيها المفتر بطول المردة أما رأيت مأخوذا من غير علم فالله ستبيت في القبر وحدك وحيدا وحيدا في التراب وإنما قريب ستا في القبر ما كان يعمل سعتبر بمن مات قبلك ورب ستندم فماذا أعددت لذلك اليوم كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يسمع الدهر أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكب لزور حفوتك وهجران الأقارب أيها المغرور أيها المغرور ويا راغيا بطريق الجاهلين متى متى ترى هذا القلب القاسينين متى متى تبيع الدنيا وتشتري الدين فلولا إذا بلغت الحنقوم وأرغتم حينئذ تنظر سؤال أخي هل أنت راض عن حالك وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم هل أنت مستعد يا طافلا عن العمل وغره كل الأمل الموت ياتي بغتة والقبر والقبر صندوق العمل تسجيلات صوت العزة تقدم أبلغ العظام محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِثَاءً اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي كَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لم أكن سأتحدث بهذا الموضوع الذي سأحدثكم فيه ولكن رسالة جوال وصلتني هي التي جعلتني أنتبه وأنبهكم إلى الأمر الذي غفلنا عنه وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الحديث فيه وعنه كانت قلوبهم حية ومع هذا كانوا يكثرون الحديث في هذا الأمر العظيم وقلوبنا لا هي ساهية غافلة فهي والله أحوج لتكرار الحديث عن هذا الأمر مرات ومرات تقول الرسالة من أحد الثقات لقد تم تغسيل وتكفين سبعمائة وسبعة وثلاثين جنازة في أربع مغاسل للموت في الرياض خلال الشهر الذي مضى فقط فكم هو العدد فكم هو العدد في مغاسل البلاد من مشرقها ومغربها بل كم هو العدد الذي يموت في كل يوم هنا وهناك السنة ماضية السنة ماضية أناس تحياء وأناس تموت وأكثر الناس عن الموت غافلون من أجل هذا جعلت الحديث عن الموت وعظاته جعلت الحديث عن الخطب الأفضع والأمر الأشمع إنه هادم اللذة وقاطع الراحة وجالب الكريهات إنه فراق الأحباب وانقطاع الأسباب ومواجهة الحتاب نصحنا نبينا ووعظنا وأبلق فقال أكثر من ذكر هادم اللذة ذكر الموت حياة ونسيانه غفلة ومن استحى من الله حق الحياة لم يغفل عن الموت ولا عن الاستعداد للموت قال صلى الله عليه وسلم من استحى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعاه وليحفظ البطن وما حواه وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة إلا ذكر أصحابه بالموت وما بعده يقول البراء ابن عاذر رضي الله عنه بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر جماعة فقال على مجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه قال ففجع صلى الله عليه وسلم وقام من بين يدي أصحابه مصرعا حتى انتهى إلى القبر فجسى عليه قال قال البراء فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع قال فبكى حتى بلت ترى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا وهكذا صار السلف من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يذكرون الموت ويذكرون الناس به فهذا أويث رحمه الله يخاطب أهل الكوفة قائلا يا أهل الكوفة توسدوا الموت إذا نمتم واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم عباد الله إن في ذكر الموت أعظم الأثر في إيقاظ النفوث وانتشالها من غفلتها فكان الموت أعظم المواعب قيل لبعض الزفاد ما أبلغ العظات قال النظر إلى محلة الأمواك وقال آخر من لم يردعه القرآن والموت من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يردع إن زيارة القبور وشهود الجنائز ورؤية المحتضرين وتأمل سكرات الموت وصورة الميت بعد مماته يقطع على النقوث لذاتها ويفرد عن القلوب مسراتها من استعد للموت جد في العمل وقصر الأمل يقول اللبيدي رأيت أبا إسحاق في حياته يخرج ورقة يقرأها دائما فلما مات نظرت في الورقة فإذا مكتوب فيها أحسن عملك فقدنا أجلك أحسن عملك فقدنا أجلك أحبتي إن الذي يعيش مترقبا للنهاية يعيش مستعدا لها فيقل عند الموت ندمه وحفراته لذا قال الشقيق للبلخي رحمه الله استعد إذا جاءك الموت ألا تصيح بأعلى الصوت تطلب الرجعة فلا يستجاب لك أردت من هذه الموعظة إيقاظ القلوب إيقاظ القلوب من سباتها وزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها أردت من هذه الموعظة أن يزيد الصالح في صلاحه وأن يستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل مماته لقد رأيت الحياة تمضي مصرعة ومعظم أهلها في غفلة ناس يأثون وآخرون يرحلون أرحام تدفع وأرض تبلع والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت والسكراته أحبتي إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة وستأتي النهاية حتما فيموت الصالحون والطالحون ويموت المتقون والمذنبون ويموت الأبطال المجاهدون والجبناء القاعدون ويموت الشرفاء الذين يعيشون للآخرة ويموت الحريصون الذين يعيشون لحطام ومتاع الحياة يموت أصحاب الهمم العالية ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون قال الله جل في علاه كل من عليها فان وقال كل نفس ذائقة الموت ستموت نعم ستموت إنها الحقيقة التي نهرب منها دائما إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحبين وطغيان البغاة المتألهين إنها الحقيقة التي شرب من كأسها العصاة والطائعون وشرب من كأسها الأنبياء والمرسلون قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلف أفإن ميتا فهم الخالدون إنها الحقيقة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في إذن كل سامع وفي عقل كل آقل وفي قلب كل حي أن الكل سيموت أن الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت قال جل في شأنه كل شيء هالك إلا وجهه إنها الحقيقة التي لا مفر منها ولا مهرب طال الزمان أو قصر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون نعم إنه ملاقيكم في أي مكان تكونون ستموتون أيها القوي أيها القوي الفتي أيها الذكي العبقري أيها الأمير والكبير أيها الفقير والصغير كل باك سيبكى وكل ناع سينعى وكل مذكور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علاق الله أعلى اعلم رعاك الله أنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا اعلم بارك الله فيك ألا تبيل للخلود في هذه الحياة اعلم بارك الله فيك ألا تبيل للخلود في هذه الحياة فالكل سيموت قال علي رضي الله عنه وأرضاه فلو أن أحدا فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود عليه السلام الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظم الزلفة فلما استكمل أجله ومدته جاءته نبال الموت فأخذته فأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة قال الله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نضحه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماكيل وجفان كالجواب وقدور الراثيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين عباد الله إنما أعظكم بواحده أعظكم بالموت وسكراته أعظكم بالقبر وظلماته أعظكم بالموت وكفى بالموت واعظا إنه أعظم المصائب وأشد النوائب سماه الله لعظيم أمره مصيبة فقال سبحانه إذا أنكم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إنه المصيبة العظمى والرزية الكبرى ولا نجات منه ولا نجات منه إلا أن يكون العبد في دنياه لله طائعا وبشرعه عاملا إنها الساعة التي تنكشف فيها الحقائق وتتقطع فيها العلائق ويتمنى الإنسان وليس له ما تمنى حينها يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليسني قدمت لحياتي إنها الساعة التي يعرف فيها المصير إما إلى نعيم دائم أو إلى عذاب مقيم يقول أحدهم شهدت ساعة احتضار أحد رفقائي العصاف شهدت ساعة احتضار واحدا من رفقائي العصاف المدبرين عن الدين المضيعين لأوامر رب العالمين فسألته في ساعة احتضاره كيف أنت سألته كيف أنت قال سأدخل النار قال سأدخل النار أنا وفلان وفلان وأنت إن لم ترجع إلى الله وأنت أيضا ستدخل النار إن لم ترجع إلى الله إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها وهو أول قطوة إلى الآخرة فمن مات قامت قيامته قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة فدارنا أمامنا وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا أين الأكاثرة أين الجبابرة والعفاة الأول أخذ أموالهم سواهم والدنيا دول ركنوا إلى الدنيا الدنيا حلت به المحن وتغير ذلك الوجف الحسن أفق من سكرتك أيها الغافل وتحقق أنك عن قريب الراحل يا سالكا طريق الغافلين ويا راضيا بطريق الجاهلين متى ترى هذا القلب القاسي يليم متى تبيع الدنيا وتشتري الدين ليت شعري بعد الموت أين تذهب رحم الله من اعتبر وتأثب ليت شعري بعد الموت أين تذهب رحم الله من اعتبر وتأثب إني سألت الطرب بعد ما فعلت بعد وجوه فيك متعفرة فأجابني صيرت ريحهم تؤذيك بعد رضايح عطرة وأكلت أجساد المنعمة كان النعم يغزها نظرة لم يبقى غير جماج من تعرض بيض تلوح وأعظم نخرة أين الحبيب الذي كان وانتقل أين كثير المال وطويل الأمل أما خلأ كل في لحبه مع العمل أين من تنعم في قصره أليس في قبره ندل آه لو تعلم كيف غدا وصار لقد ثال في اللحب صديده وظل في القبر جديده وهجره حبيبه ووديده وتفرق عنه حشمه وعبيده أين تلك المجالس العالية وأين تلك العيشة الصافية الراضية خلاو الله بما صنع وما أنقذه الندم وما نفع إنما أعظكم بواحدة انتبهون بمقادكم قبل الردى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سداء إنما هي جنة أو نار إنما هي جنة أو نار فاعتبروا يا أولي الأفطار كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يسمع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر أين الهمم المجدة أين النقوص المستعدة أين المتأهبين قبل الشدة أين المتيقذ قبل انقضاء المدة إنما أعظكم بواحدة إن العاقل من راقب العواقب والجاهل من مضى قدما ولم يراقب كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب وكم ظلام أسبل سطره وأنت في معاصي وعجائب وكم أسبغ الله عليك النعم وأنت على معاصيه تواضب وكم صحيفة قد ملأتها بالذنوب والملك كاتب وكم أنذرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت ساهل ولاعب كم أنذرك الموت يأخذ أقرانك وأنت ساهل ولاعب أفق من سكرتك وتذكر نزول حفرتك تذكر هجران الأقارب وتذكر إنما أعظكم بواحدة آهن لألسنة نطقت بالآثام كيف قفلت عن قول رب الأنام اليوم نخدم على أفواههم آهن لأيد امتدت إلى الحرام كيف نسيت قول الملك العلام وتكلمنا أيديهم آهن لأقدام سعت في الإجرام كيف لم تتدبر وتشهد أرجلهم آهن لأجهد خربت على الرباء كيف لم تتهم ما نبت على السحفي فالنار أولابه رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام فقال له كيف أنت قال ندمنا على أمر عظيم رأى أحدهم قريبا له ميتا في المنام فقال له كيف أنت قال ندمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل وأنتم تعلمون ولا تعملون وأنتم تعلمون ولا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحة أو ركعة أو ركعة في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها أين أثر المواعظ أين أثر المواعظ والآيات في قلوبنا أين أثر كلام الرحمن في حياتنا اسمع رعاك الله وتدبر الكلام قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال إذا جاء الموت لم يغن عن الموت ما كان فيه من البذة والنعيم يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فمات أسف يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللحب قد عكف يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده أنت زرع قد دنا حصاده لقد تنصفت المئة وما أنصف يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرف يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرف يا ابن الثبانين لا عذر لك فقد أعذر والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويثمل هو على الأكتاف ومن دخل المقبرة تزائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود كان عمر رضي الله عنه يردد دائما ويقول كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان وسيأتي يوم وسيقولون مات عمر ومات عمر لكن كيف مات مات عمر ولكن كيف مات تفكروا أحبتي وتيقنوا تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه قال عمر ابن عبد العزيز لبعض العلماء عبني فقال لست أول خليفة تموت قال جدني قال ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت وسيأتي دورك يا عمر وسيأتي دورك يا عمر فبكى لعمر وقر مخشيا عليه وكان أبو الدرداء يقول إذا ذكر الموت فعد نفسك واحدا منهم بن ابن المضيع دارا فلما تكنها بكى ثم قال والله لو لا الموت والله لو لا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما تصير إليه ممزيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا ثم بكى بكاءا شديدا حتى ارتفع صوته بالصحيح ما منكم أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إما مقعده في الجنة أو مقعده في المار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله وصدق من قال لا تبت أنت مسرور حتى تعلم عاقبة الأمور تفكروا وتيقنوا أن الأعمال بالخواتين فالخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدتهم في كل حين أسألك بالله أما أقضى مجعك هذا الخبر من سيد المرسلين والذي يقول فيه والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيستق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإنما الأعمال بالخواتين نعم صدق الذي قال لا تبت وأنت مسرور حتى تعلم عاقبك الأمور نعوذ بالله من الحور بعد الكون ومن الضلالة بعد الهدى ومن المعصية بعد التقى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك الموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه لذا كان لابد من الاستعداد قال أبو حازم كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضر كمثامه آه لو تعلم بأحوال أهل القبور كم من الموت في قبورهم يتحسرون وكم منهم من يسأل الرجع فلا يقدرون أما قال الله حيل بينهم وبين ما يشتهون ما قيمة الحياة ما قيمة الحياة إذا لم تكن في طاعة الله والاستعداد للقائه أما قال رسل الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله قال ميمون بن مهران لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات قال الله فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا إن النفس قد يخرج ولا يعود وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى إنما نعذ لهم عدا قال نعذ أنفاسهم في الدنيا قال نعذ أنفاسهم في الدنيا وتدبر في قوله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة فقدم الموت على الحياة تنبيها على أن الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت عن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهتل عليه قضاءك وأقلل لفو من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهتل عليه قضاءك وأكثر لفو من الدنيا والناس في الدنيا عباد الله ثلاثة والناس في الدنيا عباد الله ثلاثة إما منهمكم في الدنيا مكب على غرورها محب لشهواتها وإما تائب مبتدي أو عارف منتهي فأما المنهمك فلا يذكر الموت ويغفل عنه وإذا ذكر عنده كره ذكره لأنه سيقطع لذته ويقطع شهوته بذكيني سيموت لا محاله شاء أم أباك وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت ويحذر منه خوف أن يتخطفه قبل تمام التوبة والتزود من الزاد فلا بأس على هذا فلا بأس على هذا فهو في طريقه للإستعداد وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء حبيبه والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب قال حديثة لما حضرته الوفاء حبيب جاء على فاقه حبيب جاء على فاقه لا أفلح من ندم نعم عباد الله فالموت فائل وخطره عظيم والناس في غفلة عنه لقلة تفكرهم وذكرهم له والموت فاذكره وما وراءه فما لأحد عنه براءه وإنه للفيصل الذي به يعرف ما للعبد عند ربه نعم ربما نذكر الموت لكن بقلوب غافلة ربما نذكر الموت ولكن بقلوب غافلة فليتك تقف على القبر فليتك تقف على القبر وتذكر أقرانك الذين وتذكر أقرانك الذين مضوا قبلك تأمل أحوالهم تحت التراب كيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم وكيف ترملت فساؤهم وتيتمت أولادهم من بعدهم وقسمت أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم وأنت على هذا الطريق كثير والله لن تخرج الأرواح والله لن تخرج الأرواح من الدنيا حتى تسمع إحدى البشرين إما أبشر يا عدو الله في النار أو أبشر يا ولي الله في الجنة فإن أربح حسن الختام فالزم الاستقامة واعلم أنها أعظم الخرامة أما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم بس تطامون وإياك وإياك والتسويف وطول الأمل فوالله أكثر بكاء أهل النار من سوف ولعل وعتع اعلم بارك الله فيك أن كل شيء تفعله باختيارك إلا الموت إلا الموت فلا خيار لك ستموت شئسا أم أبي قال الحسن فاتق الله يا ابن آدم لا تجتمع عليك خصلة سكرة الموت وحسرة الفوت والندامة والذي نفسي بيده إن غاية أمنية الموت في قبورهم حياة ساعة والذي نفسي بيده إن غاية أمنية الموت في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم بتوبة وعمل صالح فماذا أعدت لذلك اليوم فماذا أعدت لذلك اليوم الذي ستوسد فيه التراب وستفارق فيه الأخلى والأصحاب عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرت الوفاة دعا دعا بخلق جبة له من صوف فقال كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما كنت أخبئها لهذا اليوم يقول ابنه مصعب كان رأس أبي في حجري وهو يقضي يعني يحتضر فرفع رأسه إلي فقال أي بني ما يبكيك قلت لمكانك وما أرى تدحل بك قال لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا قال لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني من أهل الجنة قال الذهبي صدق والله قال الذهبي صدق والله أليس هو من العشرة المبشرين أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولا هم ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كاد التميد بأهلها ولكن رواتيها وأوتادها هم ولولا هم كانت صلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجموا قال تعالى وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْفِي بِالْحَقِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيلِ قال ابن كثير يقول الله عز وجل وَجَاءَتْ أَيُّهَا الْإِنْسَانْ سَكْرَةُ الْمَوْفِي بِالْحَقِ أي كُشِبَتْ لَكَ عِينَ الْيَقِينِ الَّذِي كُنْتَ تَمْتَرِي فِيهِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيلِ أي هذا هو الذي كنت منه تفرق قد جاءك فلا محيد ولا مناف ولا فكاك ولا خلاص كلا إذا بلغت في الصراق وقيل مراك وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق يطلب أهلك الأطباء علهم ينقذونك أو يساعدونك إن الطبيب له علم يدل به ما كان للمرء في الأيام تأخير حتى إذا منتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانك العقاقير فلولا إذا بلغت الفلقون وأنتم حينئذ تنظرون فيا لها مساعة لا تشففها ساعة يتألم فيها أهل السقاء فكيف بأهل الإضاعة يتألم فيها أهل السقاء فكيف بأهل الإضاعة فتخيل نفسك عدى الله في نزع الموت وقربه وقصته وسكراته وغمه وآهاته وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك وبدأت الروح تخرج من أعضائك عبوا عبوا فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبثت الشفتان وشخصت العينان ثم بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون أما يوم الجنائب فيوم راحة للطيبين ويوم راحة من العطاة والكافرين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فكم آداهم بمعاصيه فكيف سيكون حالك إذا على اللوح وضعوك وأخذوه في تقسينك وتكليبك وأنت لا تملك من الأمر شيئا ثم كيف أنت إذا حملك على الرقاب بماذا ستبشر وبماذا ستنادى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنادة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعب اسمع ما لأرواح المؤمنين المطيعين من البشارات عند الموت أولها وأعظمها سلام الله عليه يبلغه إياه ملك الموت ثم يبشره ملك الموت بروح وريحان فيعلم مكانه من الجنة قبل موته ثم تتابع البشارات فيرى ملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة وتخرج روحه بسهولة ويشفد خروج الروح ملأ من الملائكة معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجزة ثم تفرح منه أطيب الروائح وتناديه الملائكة بأحب الأسماء ثم يشيعه ملائكة السماء إلى السماء حتى تصل الروح إلى السماء السابعة ثم تبكي عليه بقاع الأرض ثم تبكي عليه بقاع الأرض التي سارى ومشى عليها وتبكي عليه أطواب السماء التي كان يعرج من ما عمله الصالح ثم أعظم الكرامات يوم أن تصل روحه إلى السماء السابعة ينادي الرحمن أن صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليه وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ثارثا أخرى أما أرواح العصاص والكافرين فحسرات وندامات حيل بينهم وبين ما يشتهون فتتتابع الحسرات والمغازي والندامات أولها طلب الرجوع أولها طلب الرجوع فلا يستجاب لهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون ثم إذا عاين ملك الموت وملائكة العذاق يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ثم يبدأ الضوح والتوبيخ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عباب الحديث ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ثم يقال له يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساء وآخر من شكله أزواج تنزع روحه حتى تتغفع العروق والأعصار ثم تلعنه الملائكة وتغلق دونه أقواب السماء وينادى بأقبح الأسماء وتخرج منه أنت من روائح ثم ينادى أن كذب فاكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلاء ويا له من سج وحفث فيق مع حفث الشيطان فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة يرى مقعده من النار ويضيق عليه في قبره ويصيح بأعلى صوته ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة إني أبتأك من حديثي والحديث له شجون فأرقت موضع مرقدي يوما فأرقني السكون القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون قال عبد الله بن العزار لا بد لابن آدم من بيتي بيت على ظهر الأرض وبيت في بطل الأرض فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للسمال وأبوابا للجنوب وضع فيه ما يصلحه لصيفه وشتاءه ثم عمد إلى الذي في بطل الأرض فخربه ودمره فأتى عليه آتي فقال أرأيت هذا البيت أرأيت هذا البيت الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه كم ستقيم فيه قال لا أدري قال فهذا الذي خربته كم تقيم فيه قال هنا مقامي فقال تقر بهذا تقر بهذا وتدعي أنك عاقل والله لو علم أهل العافية ما تضمنت في القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية خوفا ليوم ستقلب فيه القلوب والأبصار تنبه قبل الموت إن كنت تعقله فعما قليل للمقابر تحمله وتمسي رهينا في القبور وتنفني لدى جدتي تحت الثراثة جندل فريدا وحيدا في التراب وإنما فريد الفتا في القبر ما كان يعمل دعي الله ونفي واذكري حفظة البلا وكيف بنا دود المقابر يفعل إلى الله أشكونا إلى اللا في حالتي إذا صرت في قبري وحيدا أململ قال مالك بن دينار كنا مع الحسن في جنابه فسمع رجلا يقول لرجل من هذا الميت قال الحسن هذا أنا وأنت قال الحسن هذا أنا وأنت رحمك الله فأي موعظة أعظم من هذه لو كان بالقلوب حياه ولكن أسمعك لو ناديت حيا ولكن أسمعك لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكر نزور حفوتك وهجران الأقارب وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب فالسائق حديث والحاديم جد والموت طالب اسألوا المقابر عن سكانها اسألوا المقابر عن سكانها واسألوا اللحوذة عن أهلها هل بعد الشباب إلا الهرم وهل بعد الصحة إلا السقم أنتم اليوم في الدور وغدا ستكونون من سكان القبور أنتم اليوم في الدور وغدا ستكونون من سكان القبور فيا أيها المغتر بصحته أما رأيت ميتا من غير سقم وأيها المغتر بطول المهدة أما رأيت مأخوذا من غير علّة والله ستبيث في القبر وحدك وسيباشر الطراب خدك وستنعش الديدان لحمك وعظمك وستبقى رفين عملك ساعتبر بمن مات قبلك وربي ستندم وربي ستندم على تفريطك في صلواتك وربي ستندم على تفريطك في صلواتك وستندم على ضياع أوقاتك ولن ينفعك الندم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير تزود من الذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مهما جريت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد ستندم ستندم إذا رحلت بغير زاد وستشعى عندما يناديك البنات أترضى أن تكون رفيق قوم فهم زاد وأنت بغير زاد قال الحارس بن إدريس قلت لدارود الطائق أو صني قال عسكر الموت ينتظرونك قالت أوصني قال عسكر الموت ينتظرونك ما أبلغ مواعظهم وما أوجدها كان زيد النميري يقول لو كان لي من الموت أجل أعرف مدته لكنت حريا بطول الحزن لو كان لي من الموت أجل أعرفه لكنت حريا بطول الحزن والكمد حتى يأتيني وقتا فكيف وأنا لا أعلم متى أموت فكيف وأنا لا أعلم متى أموت في الصباح أم في المتاء آخر الكلام إن كان لك قلب آخر الكلام إن كان لك قلب قال عبد الرحمن بن يزيد وكان له حظ من دين وعفل قال لبعض أصحابه الغافلين يا أبا فلان يا أبا فلان الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت قال لا قال عبد الرحمن بن يزيد وكان له حظ من دين وعفل قال لبعض أصحابه يا أبا فلان الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت قال لا قال فهل نويت التحويل إلى حال ترضاها للموت قال لا ما تاقت نفسي إلى ذلك بعد قال فهل بعد الموت دار فيها معتمد قال لا قال فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال قال لا قال والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال أليس هذا هو حالنا أليس هذا هو حالنا وحال أكثرنا نوم عن الصلوات وتجرؤ على المعاطر المنكرات سؤال الأخير أسألك أيها هل أنت راض عن حالك وهل أنت مستعد للموت لو أتاك اليوم هل أنت مستعد يا غافل أنت ماد أدن عليك جداد خذ الوصية من سيد المرتلين قبل فعوات الأوام عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فأنت في زمن الإمكان فأنت في زمن الإمكان أصلح ما بقي يغطر لك ما مضي وما بقي وإلا ستأخذ بما مضي وبما بقي متى نعرف قيمة الحياة متى نعرف قيمة الحياة إذا عايننا الموت إذا عايننا الموت عرفنا قيمة الحياة ننادي حينها فلا يستجاب لنا اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله واعتبروا بمن مضى من القرون والقضاء واخشوا مفاجعة القضاء اللهم أعننا على الموت وثكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وثروباته اللهم أمن علينا بتوبة النصوح قبل الموت وبشهادة عند الموت وبرحمة بعد الموت يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الثواب واجعلنا من المتطهترين الذين لا خوف عليهم ولا هم يهزنون اللهم احب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كالره لينا الكفة والأسوق والعسيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمة وخير أيامنا يومنا القاتل اللهم اجعل خير أيامنا يومنا القاتل اللهم لا تجعل الدنيا أكبر خنبنا ولا مبلغ علمنا اللهم اغسل لموتانا وموتى المسلمين 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 يا حي يا طيوم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا يا هذا الجلال والإكرام قاملنا في أوطاننا واطلع عمتنا ولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واستقاك واستبع رضاك يا رب العالمين انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلوا من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم اخذل من خذلهم طويع دائمهم اربط على قلوبهم أفرق عليهم صبرا ثبت الأقدام تكسران وأسراهم يا رب الأنا اللهم انتقم لقرآننا اللهم انتقم لقرآننا اللهم انتقم لقرآننا يا رب العالمين اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصار ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم اللهم عليك بهم وبأعوانهم إنهم لا يعجدونك ولا يخفون عليك يا عليم يا خبير يا قوي يا عزيز تدرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفروا الله العظيم وصل الله على محمد وعلى آله وطحبه أجمعين وحتاماً تقبلوا تحياتنا تسجيلات صوت العزة النسيم شارع أسامة بن زين هاتف صفر واحد اثنان ثلاثة واحد خمسة خمسة تمانية ثمانية للتوزيع الخيري صفر خمسة 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 تسعة واحد تسعة واحد واحد ستة وصفر خمسة أربعة أربعة صفر اثنان اثنان ستة خمسة تم المنتاج والإخراج باستوديو مؤسسة منارات السلام الهدسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الموت إن كنت تعقل فعم قليل للمقابر تحمل وتمش رهينا في الكبور وتمثني لدى جدث تحت ثرى تتجندل تذبه قبل الموت إن كنت تعقل فعم قليل للمقابر للمقابر تحمل وتمش رهينا في الكبور وتمثني لدى جدث تحت ثرى تتجندل سريد وحيدا في التراب وإنما قرين قرين فتاة في القبر ما كان يعمل دعي الله نفسي وانكري حفرة البلاد وكيف بنا جد المقابر يفعل تدبه تدبه وحيدا في التراب وإنما قرين فتاة في القبر ما كان يعمل دعي الله نفسي واذكري حفرة البلاد وكيف بنا جود المقابر يفعل تدبه قبل الموت إن كنت تعقل فعم قليل للمقابر تحمل وتمث رهينا في الكبور وتنثني لدى جدث من تحت الثرى تتجندل إلى الله أشكر لا إلى الناس لا إلى الناس حالة إذا أصرت في قبري قبري وتنسر إذا أخرت في قبري قبري وترى القبور رحلة المشتاقين أخذ جعفر رضي الله عنه قاتل بقوة بشرة حين إذن قطعت يد البطل جعفر رضي الله عنه أمسك الرائع بليد اليسر قطعت يد اليسر ماذا يفعل؟ احتضن الرائع فجاء أحد الروم وضربه بالسيف حتى قتل رضي الله عنه أشواء وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بل أحياء عند ربهم يرزقون رحلة المشتاقين ماذا صنع هذا الرجل الطاغية عند صمود هذه المرأة ملا من تعذيبها فأخذ هذا الروح وأحماه بالنار ثم طعن بهم فرجها رضي الله تعالى عنها وارضاها فماتت رضي الله عنها أشواء لقد تحضرت قلوب المسلمين والقلوب المشتاقين قد اشتاقوا إلى تلك الجنان في الحبذاء تلك البساطين وتلك الأفياء وما ألذ ذلك الضياء إنها صنعة صنعة الله جل جل يا جنة الرحمن يا أحلى البناء كيف الشبيل إليك كيف أناقي والقلب يهفر البناء وحسنه الله أبدعها بكل مذاقين رأيتم كيف تعبث الأشواء في قلوب المشتاقين حين تذكر الجنة يهون عليهم كل قدر بل هانت عليها وحسنه أشواء كيف حال ذلك القلب حينما يرى جهنم ويرها تبطرم النار تذكر من غيط ومن حناط على العصاة وتلقى الرب غبانا ثم ينصب الصراط على متن جهنم وبعد ذلك يبشر بأنه قد غادر الجحيم غادر النار نسأل الله سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أما المؤمنون فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا وافر لنا إنك على كل شيء قدير يدخلونها وقد بيضت منهم الوجوه يدخلونها وقد طابت لهم القلوب ليس فيها غل ولا حسد ولا بغضاء يدخلونها بكلوب من مشتاقة ونفوس تواقة أشواء أشع على خاطري وكأنه جبر على جسدي على إحراق أشواء ويأخذ الطفل بيد أبيه وأمه إلى الجنان وتأثي الحور الحسان مشتاقة إلى أزواجها ومن كان من رجالات الجنة من العزاب يلتقون بأزواجهم من الحور العين أو من نساء الدنيا ممن أنشأهن الله سوجل وجعلهن أبهى وأحلى من الحور العين الجنة أشعرها تجري بغير مكدر والعين تبصر جريها بتلاقي تجري لهم تحت المناتل أو ترى نحو المزارع تنحني بسياقي عسل مصافا أو ترى لبنا بها أو ماءها أو خمرة للساق وكذا السمار بخسمها وبهائها تدنوا إلى الأصحاب والعشاب رجال الجنة عيونهم مكحلة مع اتساع العيون بيض الوجوه والجسد شعورهم كأحسن الشعور رجال الجنة ويا خسارة من أخذت تقلب طرفها في الرجال وفي رؤية أولئك المغنين ممن ملأوا وجوههم وأجسادهم بأنواع المساحيق نساء الجنة أما نساء الجنة فلا تسأل عن نساء الجنة حور حسان قد كملنا خلايقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى يحار أما نساء الدنيا فبلا شك أنهن أحلى وأبهى وأجمل من الحور عيم النعيم الأكبر لكن كلما ذكرنا ليس بنعيم مقارنة بنعيم أكبر أتدرون ما هو إنه النظر إلى وجه الله جل جلال الكريم العظيم الجليل سبحانه وتعالى من النعيم وفضله وأثاثه في نظرة للوجه ذو الإشراق وجه الكريم أيال حسن جماله يا رب لا تحق أشواه محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمل كان معكم من الإنشاد أبو عبد الملك محاضرة لفضيلة الشيخ محاضرة لفضيلة الشيخ